ها هو شبح الجفاف يخيم على سدي دوكان ودرب اندخان شمالي العراق بعد شح حاد في مياههما شح دفع مسؤولي السدود إلى التحذير من أن الجفاف قد يأتي على مياه الشرب قبل الحديث عن انعدام الخطط الزراعية للموسم الصيفي إذا قارننا دخول المياه إلى سد دوكان فهي شحيحة جدا قياسا بالسنوات الماضية الأمر الذي دعانا إلى الاجتماع مع مسؤولي السدود في بغداد وكردستان العراق لضمان حصول المواطنين على مياه الشرب أولا قبل الحديث عن إلغاء الخطط الزراعية للموسم الصيفي مسؤولون منظمات زراعية وفلاحون اتهموا الحكومة بالفشل في إدارة ملف المياه في العراق متحدثين عن منع الحكومة لهم بحفر الآبار لمواجهة الجفاف وسط غياب الحلول الحكومية لمواجهة هذه المأساة التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب قطع إيران لمنابع المياه مع العراق رسميا الآن تم أعلان الجفاف في العراق حيث إن أكثر المنابع والمياه الجوفية في كردستان العراق جفت ما أدى إلى تضرر الفلاحين وتراجع نسبة المحاصيل الزراعية في سهول أربيل وكرميان ومنطقة بشدر وشهرزور والسبب يكون في الحلول الحكومية المنعدمة لمواجهة الجفاف هذا العام يعد عام جفاف بسبب قلة الأمطار وقلة منصوب المياه في الآبار والينابيع والسواقي وأحد الحلول يكمن بالاستعانة بالآبار الارتوازية لكن الحكومة لا تسمح لنا بذلك وهذا الجفاف جعل المنتوج الزراعي المحلي معدوما ويواجه ملف المياه في العراق بشكل عام تحديات كبيرة جعلت الجفاف حديث الساعة والعنوان الأبرز في البلاد بعد عام 2003 وسط فشل حكومي في مواجهة مأساة الجفاف المستمرة وأخضاع إيران للجلوس والتفاوض حول ملف المياه اشتركوا في القناة